مجموعة فريتيح يا خليل مع محمد منير طبعا شبابيك ده برضو من الألومات اللي أصارت معي جامد جدا 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 في حياتي يعني حبيت أتعرف على فتحي سلامة وحظي كان كويس جدا النزميلي في الفصل كان جار فتحي في البيت فروحت معاه في عالم بعد المدرسة وخبطت على باب فتحي وقلت له أنا عايز أتعلم مزيكة معاك وكده وهو يعني قال لي طبعا وفعلا ابتدينا وكان يعني مهتم بيه جدا وانا كنت بقى على طول عايز صغير في رجليهم طول الوقت وبروح معهم الحفلات وبروح معهم البروفات وبروح معهم الستوديو وكل الكلام ده وفي يوم من أيام كان الكلام ده في سنة 84 فبراير 84 فاكر كويس جدا رايح لفتحي زي عدتي كل يوم تقريبا ويوم بعد يوم بعدي علي يعني فقابلت عنده شاب لذيذ جدا عرفنا على بعض أنا طارق وهو عمر عمر دياب فعمر كان لسه في بداية حياته برضو عنده الحلم اللي عايز يحقققه برضو عرفنا على بعضه ولقيته بيقول لعمر طارق هو اللي هيكمل معاك الشريط كنا بنقول الشريط ساعتها مش هدوم يعني صح علشان هو فتحي كان مسافر عنده طور بره مع الفرق او كده وهو كان قريدي فتحي ابتدى في الالبوم متاع عامر او في الشريط ده يعني كان عمل مجموعة اغانية وكان فضل اغنيتين ثلاثة فقال له طارق هو اللي هيكمل معاك من غير ما يقول لي حاجة بدون مقدمات يعني وفجأة بعد ما يمكن هو كان قال العمر قبل كده بس ما عرفش بس يعني يعني ايه بعد ما نزل العمر فبقول له يا فتحي انا ما يعني انا ما عملش مزديك قبل كده قال لي لا انت هتعرف انت تبقى كويس او انا عارف انت انت وريدي بتعمل تجربة وبتيجي تسمعني وانا شايف ان انت هتعرف تبقى قد الموضوع يعني وفعلا اتعرفت على العمر بقينا اصحاب ودخلنا الستوديو سجلنا في النفس الشريط ده ونفس الالبوم ده اغنيتين عملت مع اغنيتين واحدة كانت لحني والتانية كانت كلمات عبد الرحيم منصور وارحان محمد الشيخ فدي كانت البداية من بعدها عمر كان في معهد الموسيقى وكان عنده اسادزة معا ملحنين وكان زي خليل مصطفى وزي طبعا احمد الحجار وناس ثانية فعمر كان عنده المشروع بتاعه اللي هو ايه عايز يعمل برضو اغاني وعايز فبقيت انا هو على طول ايه يكلمني عندنا اغنية تتر مسلسل عندنا مثلا هنخش الفوزير كانت وقتها فوزير شريهان كان فيه برضو حاجات بتاعمل مثلا عن التوعية زي ما ترميش الزبالة مثلا فاكر دي زبالة جاهل والحاجات اللي ايو ايو لحظة منفضلك لحظة منفضلك بالزبط كده فابتدينا يعني عمر يعني ياخدني معاه في الحاجات دي اوزع له الشغل ده وعن طريق الحاجات دي الملحنين اعرفوني فبقاهم يعني ايه يودوني لبعضهم يعني واحدة واحدة لقيت نفسي في ال... واحدة واحدة لقيت نفسي الاسم عم بسر من غير يعني انا انا محاولتش اعمل اي حاجة انا كنت على طول ايه من من حتة لحتة ومن اغنية لاغنية ومن مكان لمكان ومن استوديو لستوديو وعد 40 سنة وعد من 40 سنة عقبال ما يبقى 400 معاولة شكرا